أهلا بكم مشاهدين بدأت مصر منذ عام 2014 وضع خطط وإصلاحات هيكلية للتوسع في طاقة المتجددة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة مساهمته في جهود توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهو ما ساعد الدولة كثيرا في الفترة الحالية للبناء على ما تحقق منذ عام 2014 وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وعلى هامشي قمة المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ وقعت مصر الكثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتنفيذ مشروعات عديدة في مجال الهايدروجين الأخضر والطاقة النظيفة حيث سيتم البدء على الفور في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية باعتبار مصر دولة رائدة في مشروعات مواجهة التغيرات المناخية شهد الجناح المصري على هامشي كوب 27 مراسم توقيع ثمانية عقود لمشروعات الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتتحول مذكرات التفاهم إلى عقود فعلية تدخل حيث التنفيذ بعد الانتهاء من دراسات الجدوى القانونية والفنية والمالية والتي تم التوافق عليها بين جميع الأطراف على أن تقام هذه المشروعات داخل منطقة السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المشروعات تضمنت إقامة منشأة جديدة بمنطقة السخنة لتصنيع الأمونيا الخضراء بساعة مليون طن سنويا قابلة لزيادة إلى ثلاثة ملايين طن كما تم توقيع عقد يتضمن إنتاج ثلاثمائة وتسعين ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا حيث يبدأ تشغيل التجاري بنهاية ألفين وخمسة وعشرين إضافة إلى إقامة مشروع لإنتاج ثلاثمائة وخمسين ألف طن من الوقود الأخضر وآخر لإنتاج ثلاثمائة ألف طن من الأمونيا الخضراء وعقد يستهدف إقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمال إنتاج متوقع يصل إلى مليوني طن سنويا إلى جانب إقامة مصنع لإنتاج الوقود الأخضر بحجم إنتاج خمسمائة ألف طن سنويا هذه العقود عبرت عن تعاون مع أكبر الكيانات من مختلف دول العالم في مجال الهيدروجين الأخضر ما يؤكد مدى الثقة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد أذرع التنمية الاقتصادية في مصر كما يعلن بدء مرحلة اقتصادية جديدة تعتمد على الاقتصاد الأخضر وتدعم التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر في الوقت نفسه وقعت مصر ومفاوضية الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم فيما يخص مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وعرب نائب الرئيس التنفيذي للمفاوضية الأوروبية عن سعادته بهذا التعاون مؤكدا أن مصر مثالية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فهي دولة كبيرة في المنطقة وفي القارة الإفريقية وهي سوق واسعة جدا بديها كافة الإمكانات اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وفاوضية الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي أكدت قدرة مصر على إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى دول العالم حيث تمتلك مصر مصادر طاقة متجددة هائلة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لذلك تستطيع إنتاج الهيدروجين الأخضر كما أنها تستطيع تصديره إلى جميع دول العالم وأشارت مفاوضية الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يستطيع استيراد الهيدروجين الأخضر من جميع الدول التي تقوم بإنتاجه ومن ضمنها مصر مشاهدين كان هذا عرضا حول مستجدات جهود مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز إنتاج الهيدروجين شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة